نعم كذلك أريد أن أضيف إضافة بأن دائما دولة الإمارات العربية والمتحدة تعمل تحت نظام القانون الدولي خلال تعاملها مع القضايا الاستراتيجية في المنطقة والقضايا الاقليمية والقضايا الدولية فتواجد دولة الإمارات العربية والمتحدة لدعم الشعب اليمني الشقيق كان من تحت مضلة القانون الدولي وأتى من خلال منظومة دعم الشعب اليمني وإحلال السلام في المنطقة وتوفير العيش الآمن للشعب اليمني فهذه ثقافة دولة الإمارات العربية والمتحدة التي تربينا عليها ونعيش فيها أحتمالwen viihadية والمتحدة£ أغل اللعاء والمتحدة كل يش争بهم الديهم ومتحدةً بنائي يميد الأمدوه والمتحدة المتحدة الامرات space увелич endeavors ومتحدة المشار PE لذلك نهاية الاجتماعي على المساعدة للمساعدة يمنسية النارودية أيضا في رمكات مجلسة الاجتماعي هذا هو المساعدة للمساعدة المساعدة نعم كذلك إعلام الأكراني المتميز والحضور الجيد مع سعد السفير وسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة ومن خلال نافذة الإعلام الأكراني نحن نساعد على نشر السلام ونشر التسامح وإيصال الرسالة والصورة الحقيقية عن ما يدور في اليمن هناك من يعمل في الخفاء ويعمل في المنطقة الظلامية ولكن هناك من يعمل في النور من يعمل في مساعدة الناس ومن يعمل في توفير الأمن للناس وشاهد العالم كله عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلام عن الدور المتميز الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة في إيصال الكهرباء في تأمين المساكن للشعب اليمني الشقيق في العلاج خصوصاً نحن نعم انتشار مرض الكوليرا لو سمعتوا عن هذا المرض وأيضاً في الأعاصير التي مرت بها اليمن فنحن كمراقبين نعم إماراتيين ولكن من خلال المنظمة العالمية للتسامح والسلام المجلس العالمية للتسامح والمشاهد الدور المتميز الذي تقوم به دورة الإمارات العربية المتحدة ودوركم كإعلاميين متميزين وإعلاميين ناجحين في أوكرانيا هذا يعني يعطي دفع إيجابية لإصال الحقائق عن ما ينتوفي أفضل شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة